فوضى السلاح في العراق تتفاقم يوما بعد آخر حتى أصبح الحصول على أي قطعة سلاح ممكنا وبسهولة مع خدمة توصيل إلى المنازل بإقرار رسمي هذا ما كشفت عنه اللجنة الحكومية المختصة بالتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة حسب عنوانها مؤكدة وجود 320 موقع إلكتروني في العراق تبيع الأسلحة دون ترخيص هذا الاعتراف لحكومة الإطار التنسيقية تناقض تماما مع ما رفعته هي وسابقاتها من الحكومات المتعاقبة من شعار حصر السلاح بيد الدولة بدون خطوات جدة لتطبيق ذلك إذ بقيت الخطط مجرد حبر على ورق ولا جرأة للاقتراب من سلاح الميليشيات والعشائر وبسبب عدم وجود إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح المنتشرة بين العراقيين تشير التقديرات إلى وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف تتاجر بها الميليشيات والعصابات وبعض سعماء العشائر خبراء وأمنيون اكدوا من جانبهم أن ما تقوم به وزارة الداخلية الحالية من افتتاح مكاتب لحصر السلاح في البلاد مجرد حملات أعلامية ووعود بتنفيذ خطط طويلة الأمد بهذا الاتجاه وهي ليست بإجراءات فعلية حقيقية لحصر السلاح وسط تأكيد مصادر برلمانية من أن إنهاء مشكلة السلاح المنفلت شبه مستحيلة مع وجود قوى السلاح التي تمسك بالسلطة لا سيما مع استشراء الفساد الذي يمثل سببا رئيسا للسلاح المنفلت فوضى السلاح في العراق تشيب وضوح إلى فشل حكومة السودان في تنفيذ وعود برنامجها الذي أعلنت عنه منذ نحو عام ومنها إنهاء مظاهر السلاح المنفلت في ظل سيطرة زعماء الميليشيات على مناصب مهمة وحساسة في الحكومة ما يعني السمرار للانهيار الأمني والتجارة المخدرات والاغتيالات شبه اليومية التي تهدد أي صوت عراقي يفضح الفساد